مخاطر يصعب حصرها تواجه العراق بسبب أزمة نقص المياه الحادة في مصادره المائية الرئيسة والفرعية جفاف المياه العذبة بدأ بالتفاقم منذ أشهر بسبب عدة عوامل مجتمعة أبرزها الاعتداء على حصة العراق المائية من قبل دول المنبع لا سيما إيران وقلة سقوط الأمطار وانحسار المياه الجوفية إضافة إلى إهمال السلطات الحكومية للأزمة التي باتت تهدد الأمن القومي استمرار خفاض مناسيب مياه الأنهار وجفاف قسم منها من شأنه خلق مشاكل مباشرة للعراقيين لا سيما الفلاحين فبحسب تقارير مختصة فإن نسبة البطالة سترتفع بمعدل 10% حيث توظف الزراعة 20% من إجمالي القوى العاملة في البلاد وهو ما يعني ارتفاع نسبة الفقر كما أن الهجرة الجماعية للمتضررين من الجفاف نحو مراكز المدن بحثا عن فرص للعمل ستزداد بمعدل الضعف ويوازي ذلك زيادة النزاعات العشائرية في المناطق الزراعية نتيجة لفشل السلطات في السيطرة على التوزيع العادل للمياه بين المحافظات وسط وجنوبي البلاد محليا سيؤدي نقص المياه المتزايد إلى تقليص الثروة الحيوانية ما يعني انخفاض الانتاج المحلي لمنتجات اللحوم والدواج ومشتقاتها يقابله ارتفاع نسبة التلوث والأمراض أما على المستوى الخارجي فإن نقص المياه يعني ارتفاع تدفق العملة الأجنبية إلى الخارج والاعتماد على استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية من دول الجوار أكثر من ذي قبل جفاف المياه في العراق أزمة حقيقية تتناولها الأوساط الحكومية على استحياء غير أن الأمم المتحدة قدرت مؤخرا أن أكثر من 160 كم مربع من الأراضي الزراعية في البلاد تحولت إلى صحار جرداء حيث يؤكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه بحلول عام 2025 ستنخفض كمية المياه المتاحة لكل فرد عراقي من 2100 متر مكعب إلى 1750 متر مكعب فقط ما يهدد مستقبل الزراعة والصناعة في البلاد فضلا عن تهديد صحة السكان في السنوات القليلة المقبلة